موسيقى سيداتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى برنامج اقتصاد ميلتي ميديا عبر ميلتي ميديا لذاع الجزائرية تحت شعار الطريق إلى السوق الإفريقية تحتضن الجزائر الطبعة العاشرة لمنتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة بمشاركة أزيد من 250 مستثمرا ورجال أعمال من 39 دولة ويأتي هذا المؤتمر في ظل حرص الحكومة الجزائرية وبتوجهات من رئيس الجمهوري عبد المجيد التبون على الإصلاحات العميقة التي باشرها في الجانب الاقتصادي والتي اعتمدت على مقاربة اقتصادية شاملة ومتكاملة أتت بثمارها من خلال تحقيق ميزان تجاري إيجابي بالإضافة إلى تسجين منح تصاعدي للصادرات خارج المحروقات ودعم التعاون الاقتصادي بين دول القارة الصمراء بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة للحديث عن هذا المؤتمر الاقتصادي الهام ومحاور أخرى ذات الصلة يسعدنا نستضيف برنامج اقتصاد ميلتي ميديا أمين بطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أهلا بك سيدي أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم وبكل متابع الحسن نعم أستاذ أمين لا شك أن الملتقى يأتي في سياق تجزيد استراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول قارتنا الصمراء بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة ما مدى أهمية هذا الملتقى وما هي أبرز الخطوات المؤدية إلى تحقيق هذا التكامل أولا ملتقى إفريقيا اللي اسمار التجارة في طبعته العاشرة هو ملتقى نوعي لماذا لأنه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومع جمع الدول العربية وأيضا مع البنك الإفريقي للتصدير والاستراد وأيضا المصرف العربي الإستمار في إفريقيا اليوم أول مرة يرفع هذا التحدي أن يكون ملتقى بحجم أكبر وبهتمام أكبر حتى الإطارات اللي حاضرين فيه النوعية اللي حاضرة فيه هم إطارات فارقة وإطارات دوليين مؤثرين في إفريقيا فالتكامل الاقتصادي يبنى عندما نتحاور ونتبدل النقاشات في جلسات حوارية وجلسات نقاش لبناء إفريقيا للمستقبل لمعرفة الفرص ومعرفة التحديات ومعرفة الآليات هي أهم شيء كيف يمكن أن نصل إلى الأهداف المسطرة الجزائر من بين أهم الدول التي تسعى دائما إلى بناء تكامل اقتصادي إفريقي وتعزيز تجارة بينية وأيضا تمشي وفق أجندة إفريقيا 2063 نحن في المركز العربي الإفريقي نعمل بتوصيات الاتحاد الإفريقي بطبيعة الحال ويهداف أجندة 2063 لكن نعمل دائما وفق آليات الدولة الجزائرية ونسعى للترويج إلى وجهة الجزائر وأيضا نسعى دائما إلى معرفة أو التعريف بالمنتج الجزائري كيف يمكن أن نصدر المنتجات وما هي المنتجات التي يمكن أن نصدرها ومن أين لا بد علينا أن نستورد المواد الأولية التي نحتاجها هنا للإنتاج وأيضا للتكامل اقتصادي اليوم إفريقيا كلها تبحث عن فرص إفريقيا كلها تبحث عن فرص تمويلية تبحث عن تكنولوجيا تبحث عن ابتكارات الجزائر تملك تكنولوجيا تملك خبرة المؤسسة الجزائرية استطاعت أن تحتك بالمؤسسات الأجنبية في التشهيد مثلا في السكنات وأيضا في الطرقات وأيضا في الاتصالات وأيضا في العديد من المجالات المهمة في التصنيع في الصناعة الغذائية مثلا والصناعة التحويلية وأيضا من بين أهم الأهداف أنه عندك شركتين كبيرتين في إفريقيا أو ثلث شركات الأولى إفريقيا لكن أعتقد أنه لا نعرف كيف نروج لما نملك من مراكز قوة لدينا شركة سونالتراك كأول شركة في إفريقيا وشركة سونالغاز كثاني شركة في إفريقيا إفريقيا تعاني فقر وتعاني ظلام لا يوجد بها كهرباء فاليوم من خلال هذا الملتقى يمكن أن نسوق للشركات الوطنية الكبرى أو الشركات الخاصة التي تملك تكنولوجيا أن تبدأ في الاستثمار داخل العمق الإفريقي وخاصة أنه ستمائة مليون نسمة لا يعرفون ضوء ولا يعرفون كهرباء فيمكن من خلال التجربة أن ننقل التجربة وننقل تكنولوجيا وننقل الخبرة خاصة أن الجزائر خلال أرجنطة 263 مثلا في الكهرباء نحن عندنا 99% تقريبا أو 99.95 أو أقول 100% في الكهرباء مغطات 100% في الغاز تقريبا 85% يعني هذه لا يمكن أن تجدها في أي دول إفريقية أخرى هذه النسب في شبكات الطرق تقريبا 75% أو 85% يعني تقريبا كل الطرق مغطات أيضا الطرق الخاضعة إلى الاتحاد الإفريقي لبناء طريق الوحدة الإفريقية مثلا من الجزائر إلى راقوس أو الجزائر موليطانيا أو الجزائر مالي كل هذه الطرق هي طرق جيدة وطرق جديدة ويعني اكتملت بنسبة 95% أو 90% وأهم شيء يجعلنا أن نلقى بتجارتنا وباستثمارتنا هو تعبيد الطريق وتعبيد الهيكل القاعدية من خلال هذا يمكن أن نلقى بتجارتنا وصادرتنا خارج المحلوقات في هذا الصدد أستاذ أمينو وفق ما ذكرت كيف يمكن استغلال هذا الملتقى وجعله أداة فعالة في تعزيز التعاون التجاري البيني وتوسيع مجالات الاستثمار في القارة الإفريقية والله أولا العديد من من زارونا كأول مرة زاروا الجزائر احنا سعداء بزيارتهم وبتعريفنا لهم بالفرص الموجودة في الجزائر مقاومة سياحية وكل شيء احنا نريد أن نركز العمل على أن الجزائر تكون هي المحطة للتقاء للقارات الأربعة ومن خلاله يدخل إلى إفريقيا بوابة إفريقيا هي الجزائر هذا أهم شيء الذي نسعى إليه كل من زاروا الملتقى مبهروا بما تملكه الجزائر الممدخرات مبهروا بما تملكهم الإمكانيات أيضا كلهم يرون أن الجزائر يمكن أن تكون بديل بالنسبة لهذه الدول تجد مثلا سينيغال ممكن أن تستورد أشياء أخرى من دول أوروبية ومن الصين اليوم وجدت منتجات ذات جودة وذات نوعية في الجزائر أيضا من غانا وجدوا العديد من المنتجات ذات جودة ونوعية أيضا حتى رواندا ربما التي تحدث طفرة في التطور اقتصادي جاء وفد من رواندا وهم مبهرين بما تملكه الجزائر الممدخرات ومن صناعة ومن إنتاج لأن الجزائر هي ثالث أو رابع اقتصاد في إفريقيا فلابد علينا أن نثمن المجهودات التي تلقوا بها الدولة ولابد أن نعزز شراكتنا مع الدول الإفريقية كيف تقيمون جهود الجزائر لتعزيز تكامل الاقتصاد الإفريقي بالشروع منذ 2023 في فتح بنوك ومعارض جزائرية دائمة عبر العديد من الدول الإفريقية مثلا كموريطانيا والسينغال كمرحلة أولى بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة ذات بعد إفريقي الجزائر بنت استراتيجية مهمة جدا هي أنه التقرب أكثر إلى العمق الإفريقي بفتح فرعين للبنك الجزائري في إفريقيا وسينغال وموريطانيا وقريبا سيكون في أبيجان في كوديبور فالمحطات هذه هي محطات مهمة جدا خاصة أنه فيه معارض دائمة والتعريف بالفرص الموجودة في الجزائر وأيضا الدخول إلى العمق الإفريقي عبر منصات وأيضا عبر كل المعارض وكل المنصات المهمة ملتقيات ومنتديات وهي مهمة جدا في المرحلة المقبلة والمشاركة لا بد أن نعرف أن المشاركة دائما تزيد من الحوار والحوار سيزيد من إنتاجية لماذا؟ لأنه في الحوار توجد المعرفة والاقتصاد كله هو المعرفة لأنه لما تعرف شيء يمكن أن تستفيد ويمكن أن تقلص الإجراءات ويمكن أن تستفيد أكثر ويكون لك فائدة أكثر الجزائر عمدت إلى توسيع شبكة النقل السيمة عبر إنجاز طريق الوحدة الإفريقية الذي يربط الجزائر بلاغوس نيجيريا وكذا الشروع في إنجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريطانيا عبر تندوف زويرات ما مدى أهمية هذه المسالك سيد أمين؟ والله أذكرت في البداية أنه الطريق هو أهم شيء الذي يجعل من الاقتصاد أكثر ديناميكية وأكثر حركية اليوم إذا أردنا أن نصدر سلعنا مثلا إلى الدول الإفريقية أول حاجز هو لوجيتيك كيف يمكن أن نوصل السلع إلى العمق الإفريقي فهذا من هنا تبدأ السؤال يعني أول سؤال يطرح هنا بعدها يمكن أن نعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بالرفع من الحجم التبادل التجاري وأيضا إغراق الأسواق الإفريقية يعني لابد أن نغرق السوق الإفريقية بكل المنتجات واليوم نلاحظ أنه فيه اهتمام كبير لكل مستمرين الجزائريين والشباب وأيضا المنتجين الصغار والكبار بالسوق الإفريقية والبحث عن فرص داخل العمق الإفريقي فاصل قصير سيدات سادتي ثم نواصل بعده هذا الحوار أهلا بك سيدي مجددا عبر مينتي ميديا الإذاعة الجزائرية أستاذ أمين إذا تحدثنا عن هذا الملتقى نتحدث أيضا عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعتبر من بين المشاريع الرئيسية للمخطط العشري للتنفيذ أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي ما موقع هذه الأجندة في جدوى الأعمال هذا الملتقى؟ أولا لاحظنا أنه كلمة سيد الأمين العام سيد وامكيلي مي يوم الافتتاح في الجلسة الافتتاحية كانت مهمة جدا بحيث أنه قال أنه الجزائر هي مبين الدول المهمة جدا داخل هذه المنطقة الملتقى هذا سيعزز أيضا التعريف بالفرص أو بالنقاط المهمة داخل اتفاقية التبادل الحر ومن خلال الملتقى هو قال أنه سيسعى دائما مع المركز العربي الافريقي يعني الأمان العامة لمنطقة تبادل الحر لازليكاف ومن مركز العربي الافريقي لإستثمار التوير كايد سيسعون دائما إلى بناء المعرفة وبناء الاقتصادة الافريقية وبناء أيضا توجيه الاستثمار إلى الافريقية وأيضا توجيه الاستثمار البيني بين الدول وتعزيز التجارة البينية وكلنا نعمل لأجوندة افريقي 2063 والجميع يعلم أن الاتفاقية ستحدث طفرة نوعية وكبيرة جدا خاصة أنه سيكون جوال صفر موحدة ستكون عمل موحدة ستكون العديد من النقاط لكن هذا لا يكون مرة واحدة اليوم أرى أن الاتحاد الافريقي يعمل بخطة ثابتة عفوا الاتحاد الافريقي يعمل بخطة ثابتة ويعمل دائما بإجراءات يعني ربما اليوم بطيئة لكن الآن أصبحت متسارعة يعني فيه حركية كبيرة جدا وفيه اهتمام أكثر لغزو الأسواق الافريقية فأعتقد أنه خلال خمس سنوات المقبلة سيكون افريقيا مستقبلها واضح وواعد مقاطن بالاقتصادات الأخرى وستصنع تحول في الاقتصاد العالمي لأن الأسواق الأوروبية تشبعت بالاستثمارات وأيضا تشبعت باستثمارات الكبرى واستثمارات الصغرى وأيضا لا يوجد فيها استهلاك الآن الاقتصاد في العالم يبحث عن مستهلك من يمكن أن يستهلك المنتجات التي نصنعها وأيضا عندهم في الشمال لديهم مشكل كبير هو الطاقة والمعادن التي يبحثون عنها أعتقد أنه سيكون تحول اقتصاد عالمي في الفترة المقبلة بحيث أنه تتوجه المؤسسات الكبرى داخل أوروبا وداخل الدول الكبرى تتوجه إلى إفريقيا الاستثمار في إفريقيا محفز ومشجع بحيث أنه اليوم نبني على نسب النمو نسب النمو هي مرتفعة جدا في كل الدول الإفريقية وهي متقدمة وأيضا نلاحظ جليا أنه أغلب الدول تنظم منتديات إفريقيا تركيا، إفريقيا روسيا، إفريقيا الصين، إفريقيا الهند، إفريقيا أمريكا، إفريقيا كندا، إفريقيا أوروبا حتى نلاحظ أنه وزير خارجي شارك منذ يومين في قمة كوبنهاجن إفريقيا يعني منذ زمن لم نسمع بدول مثلا اليونان إفريقيا لكن اليوم أصبحت اليونان إفريقيا، كوبنهاجن إفريقيا، برتغال إفريقيا، إسبانيا إفريقيا فالتوجه هو إفريقي لماذا؟ لأنه الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية تشبعت بالاستثمارات فلابدأ عليهم أن يبحثوا عن فرص يمكن أن يستثمروا فيها الأموال ويمكن أن يستثمروا فيها منتجاتهم والسوق الإفريقية الموحدة هي سوق كبيرة جدا تجمع 1.3 مليار نسمة واليوم حجم الاستهلاك هو 3.5 تريليون دولار والمتوقع أنه نصل إلى 52% في حجم التبادل التجاري وأيضا الحجم سيرتفع في سنة 2050 حسب تقدير كل الخبراء والمعاهد أنه يرتفع إلى أكثر من 600 مليار دولار وهذه الأرقام مهمة جدا لإعطاء ديناميكي أكثر وإعطاء ريحية وإعطاء تفكير إيجابي وبعد إيجابي لأنه رسخ أعتقد في أجيالنا السابقة رسخ فينا أن إفريقيا فيها فقط ضعف عدم نمو فيها جهل وأيضا رسخ فيها أنه فيها مجاعة ولابد عليها أن تهجر بلدانها ونلاحظ جميعنا أنه دياسبورة يعني الجالية الإفريقية المتواجدة بالمؤسسات الكبرى في العالم وفي الدول الكبرى في العالم هي مؤثرة وصانعة للتغيير ومبتكرة لكن لا يمكن أن تفجر طاقاتها وابتكارتها في إفريقيا لأنها رسخت في أذهاننا أن إفريقيا ضعيفة إفريقيا صغيرة إفريقيا لا يمكن أن تنتج لكن اليوم أعتقد أنه فيه تحولات اقتصادية عميقة داخل الدول الإفريقية والجزائر من بين أهم الدول التي تصنع التحولات ونلاحظ هذا في مثلا استثمار غارج بلاد وهو استثمار مهم جدا وكبير وحجم كبير ويمكن أن يصنع تحول أيضا بعد اكتمال من شرشال الجزائر الغرب سيكون في حركية تجارية كبيرة جدا والتعريف بكل الفرص والجزائر أيضا فيما يخص الهيئة القاعدية حتى السيكة الحديدية التي تحدثت لها دائما سيد الرئيس الجمهورية أنه من الجزائر للاقوس هو مهم جدا هذه السيكة الحديدية التي تقرب المسافات وتسهل إيصال المنتجات إلى العمق الإفريقي كيف يمكن للشركات الجزائرية الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين استغلال هذه الفرصة للاندماج والتغلل في الأسواق الإفريقية والترويج للمنتجات الجزائرية والله المؤسسات الكبرى اليوم تسعى دائما للمعرفة وتبحث عن من يرافقها نحن في المركز العربي الإفريقي السمارتوير لدينا خلية ترافق المؤسسات لإعطائهم الأولوية في الأسواق الإفريقية والاهتمامات في الأسواق الإفريقية وحتى الخارطة الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها المتعامل الاقتصادي اليوم إفريقيا قلت فيها تحولات كبيرة جدا مثلا تجد البطاطا في البنين لما تصدر البطاطا إلى البنين تصدرها بربعة يورو تقريبا ولما تصدر البطاطا إلى موسكو تصدرها بثنين دولار يعني الفرق هو ثنين يورو الفرق كبير جدا فلابد علينا أن نعرف الاقتصاد الاتفريقي والحركية التي تلعبها لما تعرف وتكون عندك معرفة تأكد أنه يمكن أن تضبط عقارب باتجاه سفينتك ومن أين تبدأ يعني أي وجهة تختارها أولا يمكن أن تختار السينيغال ويمكن أن تختار موليطانيا ويمكن أن تختار دول أخرى فأعتقد أنه لا بد علينا ندخل بعمقنا الإفريقي نحن أفارقة أولا قبل كل شيء فندخل بعمقنا داخل الاقتصادات الإفريقية ونتعرف عليها لأن الاقتصاد معرفة ولما تعرف يمكن أن تبتعد عن كل العقبات التي قد تعتريك في الطريق فنحن نعرف الاقتصادة الإفريقية ونقرب المسافات بالمعرفة وبعدها نتعاون لنرافق المستثمر هذا لدخول الأسواق الإفريقية أستاذ أميني اعتزامن هذا الملتقى وتوقيع الجزائر على اتفاقية احتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي لتجارة البينية 2025 ما مدى ترابط بين هذين الحدثين الاقتصاديين الهامين؟ والله كسفير للأتيف أنا سفير للأتيف في الجزائر وهو المعرض الإفريقي لتجارة البينية جاهدنا وعملنا منذ أكثر من أربع سنوات أو خمس سنوات لإحتضان هذه الطبعة والحمد لله اليوم تضافرت الجهود وكانت النتيجة أن الجزائر ستحتضن هذا المعرض وهو معرض مهم جدا فيه العديد من النقاط الإيجابية وينظم من طرف البنك الإفريقي لتصدير الاستيراد وهو الشريك للمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير ونعمل دائما لجذب استثمارات مباشرة للجزائر وسيكون هذا المعرض فيه عديد من النقاط التي تدفع بالخيرات إلى المؤسسات الجزائرية لما أقول تدفع بالخيرات يعني تكون أكثر من 79 دولة مشاركة وأكثر من 45 ألف مشارك يعني زائر لهذا المعرض تكون فيه أكثر من 250 ورشة جلسة أكثر لما تقول 250 جلسة فيها كل التخصصات يعني ستوجه الأهم الأنظار إلى صناعة السيارات والتكنولوجيا وستوجه أيضا إلى صناعة تقليدية وأيضا دياسبورا وأيضا كل ما تسخر به الدول الإفريقية لأنه غلب الدول الإفريقية لديها منتجات تقليدية وتصنع منتجات تقليدية وأيضا الفلاحة والجانب الزراعي وأيضا الخدمات المالية وكل ما تعلق بالمالية وأيضا لهو مهم جدا لابتكار والستارتاب يعني شيئين مهمين جدا بالنسبة للاقتصاد الإفريقي لكيف يمكن أن نرقى بستارتاب إلى التحولة الاقتصادية الكبرى التي يصنعها وأيضا يوجد قلت الفلاحة وأيضا البناء والتشهيد وأيضا هذه كلها ستكون في محطة واحدة وفي مكان واحد في جزائر خلال نهاية سبتمبر 2025 وقبله سيكون هناك العديد من دورات الترويجية ستكون دورة ترويجية في نهاية ماي هذا من طرف التنظم من طرف أفريكسنبانك ستكون فيها كل بنوك مشاركة وكل المؤسسات الكبرى تكون مشاركة في هذه الدورة الترويجية التي تعرف بأهمية هذا المعرض أيضا ستكون كانكس كانكس هذا هو محطة أو فرع من فروع الأفريكسنبانك هو محطة للتعريف بدياسبورة وصناعة الأفلام وصناعة المحتوى وأيضا كل ما تعلق بصناعة تقليدية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة هذه الطبعة أيضا أعتقد أنه ستجمع العديد من القطاعات وستجمع أيضا من العديد من الدول مشاركة أكثر من 60 دولة في الطبعة السابقة وأعتقد هذه الطبعة ستكون أكثر لأن الجزائر هي قبلة واهتمام لكل المستثمرين الأوروبيين والأجانب للدخول إلى أفريقيا فنرى هذا جليا نحن كنا في البداية كانت رؤيتنا أنه ستكون 39 دولة مشاركة لكن تفجأنا ب43 دولة مشاركة في هذا المؤتمر يعني في ملتقانة فلما تسمع الجزائر والناس تحب الجزائر وتحب تزور الجزائر وتحب تكون في قرب إلى الجزائر أعتقد أن المشاركة ستكون مميزة من الجزائر خلال معرض التجارة البينية الأفريقية في 2025 وسيكون داعم قوي لكل مؤسسات الصغر المتوسطة والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المصرفية وأيضا مؤسسات تأمين سيعزز من وجود المنتج أو تواجد المنتج الجزائري داخل العمق الأفريقي وهذا شيء مهم جدا في المرحلة المقبلة السيدة أمين بطالب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستخدار والتطوير شكرا جزيلا لك شكرا لك ولكل المتابع الحصة ونتمنى إن شاء الله أن يكونوا قد فدنا المستمع الكريم والمتابع وهو كذلك أستاذ أمين بارك الله فيك اشتركوا في القناة